بالقرب من نهر الرون رسمى قصر لاغرينج بلوحة فسيفسائية وثقت فيها نقطة ولادة القانون الإنساني إذن ليس غريبا أن تلتقي دولتان كبيرتان في الوزن والنفوذ ومتنافرتان في العلاقات والأهداف حيث اللقاء الأول في القمة الأولى ضمن الرحلة الدولية الأولى لرئيس أمريكا الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين وعلى ما يبدو أن نسق الزهور المنضبة وأناقة البجع هنا في لاغرينج أضفت مزيدا من الهدوء على الأجواء المشحونة قبيل لقاء القمة التاريخي بين الرئيسين قال أحدهما عن الآخر إنه قاتل حدث هذا قبل أيام لكن الإجابة تغيرت أو غيرها بايدن بصيغة أو بأخرى قائلا إن بوتين قد لا يكون كذلك تلك هي السياسة وفن الدبلوماسية إذن وصلت طائرة بايدن إلى سويسرا في جينيف بوتين وصل بسيارته روسية الصنع وموكبه المهيب تلك إذن رسالة تفهمها أمريكا أو قالها خبراء تكهنوا بصور اللقاء وتفسيراته مؤكدين أن فوقية بوتين لا تخدم بلاده في حديث مهم مع بايدن الذي يختلف عن غريمه السابق دونالد ترامب ثلاثة آلاف صحفي جيش من التغطيات الإعلامية في انتظار موكب الرئيسين وقد وصلا لتكون المصافحة السياسية الهادئة بحكم المكان وذكاء الرجلين أحدهما حديدي والآخر عملي مصافحة هي الخامسة لبوتين مع رئيس أمريكي لكنها روسيا وفعلت أمريكا مثلها لم تغير بركان التوتر على مر الزمن لغة الجسد بدت واضحة في هدوء سبق لقاءات استمرت 93 دقيقة فوق المقرر لها تحدث فيها الرئيسان عن شبه جزيرة القرم واتهامات تدخل روسيا في انتخابات 2016 الأمريكية وعمليات القرصنة عمل بوتين على تبديد الملل في المباحثات بدى هذا واضحا في مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اللقاءات مع بايدن مع اتفاقات خجولة إلا أنها رسمت طريقا أخضرا أمام الدولتين فيما ظلت روسيا مصممة على أن أمريكا هي التي تصنع الخلافات انتهت القمة لكن لم تنتهي بعد نتائجها التي تحددها الأيام المقبلة من رسم خطوط العلاقات وانعكاسها على ملفات دولية جدا كتلك المتعلقة بالمنطقة العربية على صعيد اقتصادي وسياسي وأمني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر